بسم الله الرحمن الرحيم زي ما هنستعرضها مع حضراتكو كده الحمد لله رب العالمين انه هو وصل لحد حوالي متر ونص يعني كنا عاملين نظام تكعيبة تمشي عليها اللي هو زادت منها فزودناها تاني علشان البراع من نامية بتاعتها ما تكسرش ودي النباتات الصغيرة اللي زرعناها على ورقتين وفي دي حاجات حجم اكبر شوية فصلناها من الام لكن طبعا ما كانتش بالحجم ده كل حضراتكو شايفينه ده نمو جديد ده غير ان احنا كمان يعني المفترض دني دي مش مش فترة مو رئيسية كمان بس احنا بنحاول في الفترة اللي هو الجو البارد ده نوفر له شوية الدف يعني بنتحرك معه بالشمس شوية اللي هو ما عندهاش مشكلة من من الضوء لكن ما بيحبش الضوء المباشر الشديد هي يعني في افضل احوال بتاعتها يجي لها الضوء اللي هو اللي من عليه المتغربل او ضوء مش مباشر وفي نفس الوقت بيفضل مثلاً الضوء في فترة او وقت الحر الشديدة يكون في في الساعات الاولى من الصباح يعني تقريباً لحد الساعة عشرة صباحاً وفي الوقت اللي هو بعد العصر بحيث بتكون ضوء الشمس معقول ومفيش حرارة شديدة تحرق الورا عندنا طبعاً زي ما حضرتكم شايفين نمو بسم الله ما شاء الله نمو باهر في حاجات زرعناها في اول شهر السبعة وزي اللي ضم حضرتكم دلوقت حالياً في حاجات زرعناها بعد كده ودي النبات الام الرئيسي بتاعنا اللي احنا زرعنا منه وياخدنا منه العقل بتاعتنا طبعاً اللي حضرتكم شايفين هادي نمو بتاعها جميل بسم الله ما شاء الله يعني يزيد عن نص متر دي مزروعة على ورقتين في اول شهر سبعة احنا حالياً في شهر اتناشر اول شهر اتناشر يعني بنتكلم في خمس شهور دي فيها تزويد وشغالة ما شاء الله عليها مزروعة تسعة تاشر تسعة الفين وعشرين نحاول نوري لحضرتكم الورقة الجديدة فيها دي كمان مزروعة في اتناشر تسعة لكن دي كنا فصلناها بجزور زي ما حضرتكم شايفين الجزور بتاعتها وصلت فين دي كان لها جزور زي ما قدت حضرتكم وقت ما زرعناها اما دي نشوف ما حضرتكم دي أتزرعنا تسعة تشعة وكانت بدون جزور دي مزروعة حوالي شهرين ونص بس الجميلة دي بقى بسم الله ما شاء الله شايفين كمية الأوراق الجديدة فيها قدام حضراتك هي ان شاء الله منتظرين كمان اظهار في النباتات الكبيرة قدام حضراتكم لانه ما هوات بمجرد ما بيوصل لمرحات النمو ده بتلاقي انه متسارع يعني في وقت مثلا قليل جدا بتبسلين حجم النباتة الضعيف اللي فاتت كانت بدون جزور على فكرة يعني زرعينها ورقتين وبدون جزور دي برضو بسم الله ما شاء الله تسعة تسعة برضو ومزروعة بدون جزور يعني برضو للعلم الجزور وبدون جزور نشوف دي الاول دي يد مزروعة في اول شهر سبعة خمس شهور حاليا نرجع لحكاية الجزور وبدون جزور دي في حاجات بنزرعها في المياه زي ما هنوريكو بعد شوية ده برضو حالته جميلة ما شاء الله كريمسون كوين ده خمستاشر تسعة تمام وكان مزروع بدون جزور احنا زي ما قلنا حضرتكو احنا في اول شهر اتناشر يعني النهاردة اتناشر اتناشر الفين وعشرين اما دي بقى اللي بنقول لحضرتكو عليها بدون اي تربة بدون اي شيء اخدنا العقلة وحطناها في المياه كمية اوراق جديدة يعني حوالي ستة اوراق جديدة هنوري لحضرتكو الجزور بتاعتها اللي في النبات ده سفينجة مش مش طراب ولا اي حاجة النبات عامل جزور تقريبا قد حجم النبات اللي فوق اللي خارج الماء بيه طريقة سهلة جدا يعني بتقطع بس العولة وتسيبها في المياه وبعد فترة بعد ما تعمل جزور بتحاول تنقلها للطربة تحطها في طربة خفيفة شوية ومش عايز تنقلها تسيبها مكانها عادينا سايبينها نشوف اتوصل لايه حاول نرجع مكانها تاني عشان الجزور ما يتقزاش ده حاجة برضو وسط لحجم معقول جدا ويه نمو جميل شايفين حضراتكم انبات كريمسون كوين التخطيط بتاعه راو جميل جدا منظر خرافة بسرعة دي الحاجات للزارعة في الاول قديمة شوية ده برضو شغال وفي كمية ورق جماعة أولى جدا في الايام دي من السنة في الجو البارد ده بنحاول نقل الرأي على قد ما نقدر دي زرعناها اربعة عشرين تسعة لكن بعد ما كذرناها في المية عملية التجزير اليائي بنحط النبات في المية يا جماعة ونسوي لحد ما يعمل جزور وبعد كده هننقلو للطربة طيب هننقلو للطربة يبقى نحاول ما نسيبوش فترة طويلة في المية علشان الجزور بتاعة المية تبقى ضعيفة فهنحطه في التراب ممكن الجزور دي تتلف وهو هيعمل الجزور تاني غيرها بس يعني بنرهق النبات فهنحاول مثلا بمجرد ان هو ما يعمل جزور ما يبدأ يعمل جزور ما نسيبوش فترة طويلة يعني في خلال عشر تيام خمستاشر يوم تقريبا على اقصى تقدير يعني وطبعا هننبقى عارفين هنبقى شايفين الجزور بتنبت قدامنا وننقلو للطربة في قارب وقت ممكن طبعا التربة الخفيفة مطلوبة تمام ده يوم اربع عشر يوم برضو ومزروعة دي يا جماعة بدون جزور على فكرة اللي التربة نقول تكون خفيفة بوت مص مثلا هنزرع في طربة طنية زي ما انا عملده كده هتبقى طربة خفيفة برضو لان بتفرق نحاول نضيف لها اي شيء يخفف الطربة بتاعتها علشان ما تمسكش على الجزور بتاعت النباتة زي ما نقول كده اه نقلل الرائع قد ما نقدر نحاول نحط النبات في مكان في اضاءة بعيد عن الشمس المباشرة في اوقات الحر الشديدة في فترة الشتاء بنقف التسمين و اه نقلل الرائع قد ما نقدر علشان ما يحصلش تعافهم في جزور النبات وان شاء الله ربنا يكرمكم كلكم جده ويبقى عندكم مجموعته يا جميلة زي ديات كده ان شاء الله وربنا يكرمنا بالازهار ان شاء الله ونشاركها معكم و ربنا يبارك ودعونا بالبركة رب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر